بصوا كلام بجرامي على فكرة الإلهام فكرة النموذج الملهم مش شرط في الرياضة على فكرة كتير من الأصدقاء على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا يبعتولي الأهل خلاني مايقاسي مايقاسي في الشغل واحد عنده تارجت عنده أهداف معينة في شغله وفكرة كان فكرة البلاس تساين دي ما لهاش معنى حياتي دي ما لهاش تأثير في التكوين الشخصي لأي بني آدم إنك ما تيقسش إنك لا تحبط إنك ممكن تتعثر في شغلك في دراستك في أي خطوات حياتك ده مش معناها إنك أنت تيقس وتركن وتحبط لا امهض وقوم وكافح وصمم وهتنجح هو ده النموذج منتو شفت الأهل في كرة القدم حتى اللي حضراتكو مرتبطين بيها جدا أكم من مواسب الأهلة لما يخسر بطولة يشحن قوته عشان يكسب سبع بطولات جايين وربعة على فكرة ده تاريخ كرة القدم في النادي الأهلة إنه في مراحل معينة محتاج يشحن البطارية بس وقت ما بيشحن البطارية في سنة اوعى وشك سبع ثمان سنين بعد كده ويتعلم من أخطائه ليه؟ ويعترف بها بيعترف من أخطائه بيصححها كويس قوي بأمانة ومسؤولية ومحددها بعين خبيرة عشان ينطلق منها لما هو أبعد وعشان كده جمهوره دايماً لما بيقوله على الحلوة والمرة معاك هو يعي ده كويس إنه بيستحمله شوية قد كده في المرة عشان يلاقي الحلوة قد كده ده النموذج الملهم حياتياً من النادي الآلي لباني مجتمعه اللي حتى لو على ذكر ده في الفترة الأخيرة مع النجاحات الأولمبية ومع الميداليات المصر أحرازتها وأحرازها أبطالها في توكيو ما احنا شفنا شفنا هذه النماذج الرياضية بجد اللي هم قد إيك فعلاً كانوا بيتكافحوا وكانوا بيتكابروا وكانوا عندهم هذا الإصرار وهذا التحدي واستحقوا كل التكريم اللي شافوه